اشتركوا في القناة لك بعد موته وأنت تحتسب الأجر إلا سخر الله لك من يذكرك ولا ترحمته على مسلم إلا سخر الله لك من يترحم عليك وأنا النهاردة حاب أتكلم معيكم عن عم صلاح المغربي الله يرحمه عم صلاح يعرفوه كل رواد مسجد الإيمان بحلوان المسجد اللي خاد من عم صلاح جزء كبير من حياته كان من الرجال المحبين لبيت الله ومن خدامه من أزان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وصلاح وتلاوة كرآن ومش بس رواد المسجد اللي يعرفو عم صلاح بتيبة الأثر لأ كان عم صلاح رجل محب لأسرته وعيلته وواصل للرحم بيحبه كل كبير وسغير كان نعمة الزوج ونعمة الأب وكان أحن جد يحبوه أحفاده جدا وكان أوصل الناس للرحم عم صلاح توفاه الله في السادس من يناير 2021 ميلادياً ولو عرضنا وشوفنا نعي أحباء لي مش هتكفينا حلقات عشان نشوفها كلها واضح أن عم صلاح كان ليه نصيب كبير من اسمه نحسبه عند الله كذلك ولا نزكي على الله أحدا ولأن عم صلاح أحسن التربية فكان من بر أبناءه بيه أنهم كانوا حرسين على نشر تلاوة للقرآن الكريم بصوت عم صلاح أملين من الله ثوابها في ميزان حسنيته وانا وهم نأمل منكم سمعها وإعادة نشرها والدعاء لعم صلاح بجنة عرضها السماوات والأرض وتعالوا مع بعض نسمع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز نزل تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله ذلك لكم يعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبعكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين هوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقصد من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مارضون ذلك بأنهم قالوا لن تبسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلموا الله ويعلموا ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت مرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم مما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطحرك واصطفاك على نزاء العالمين يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنه يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن متوف غال علينا وهو في قبره أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا ولدعاء من دعا له سامعا ومجيبا واجعل له من فضلك ورحمتك وجنتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر